اقتصادياً بقى الحقيقة احنا بنتكلم على نمو برغم هذه القطيعة السياسية الى انه كان هناك نمواً في معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا بحوالي 14% عام 22 عشان يبقى التبادل التجاري 7.7 مليار فاصل 700 مليون دولار 30% نمو في الاستثمارات التركية في مصر خلال عام 22 هو رقم قليل الحقيقة لكن 179 مليون دولار ولكن في نمو كبير في الاستثمارات صادرات مصر الى تركيا ترتفع 4 الى 4 مليار دولار وده نمو 32% ومنها صادرات في الوقود والغاز والمنتجات الكيميائية والاسمدة والاجهزة الكهربية والملابس والزجاج واردات مصر من تركيا طبعاً فيه كتير حديد وصلب وقود وزيوت معدنية صيرارات جرارات ولكن الواردات هي اللي انخفضت وصادراتنا لتركيا هي اللي ارتفعت بنمو 32% وهذا التقارب قد يعني يدفع هذه العلاقات الاقتصادية بشكل كبير في النهاية مصر مواقفها كما هي لها مواقف في الاقليم مواقف واضحة من الشأن الليبي تريد وحدة الجيش الليبي وحدة الاراضي الليبية شرق المتوسط ترسيم الحدود وكل واحد ياخد حقه كما يقول القانون الدولي مصر لا تعتدي على حقوق الاخرين ولا تقبل ان يعتدي الاخرون على حقوقها اما فيما يتعلق بملف الاخوان فمصر واضحة ايضاً لا احد يتدخل في اختيارات الشعب المصري ولا احد يتدخل او يفرض اراءه السياسية على الداخل المصري ويتدخل فيها ويحمي مش عايزة يسميهم معارضين ولكن يحمي ارهابيين حاولوا ان يحملوا السلاح ضد الشعب المصري هي وده المواقف المصرية ولم تتغير منذ حتى القصيعة في 2013 ولكن نتمنى ان العلاقات تبقى كويسة وفي النهاية ما يهمه هو طبعاً علاقات افضل وضع مصري افضل في الاقليم